جاءت فترة الإقترابات السياسية وصورات 2011 و2013 وتأثر الاقتصاد المصري على نحو لم يسبق له مثيل ويمكن أنني أحبب هنا أخذ كوتس من البنك الدولي وسندوق النقد الدولي في 2015 وأرجو حضركم تقرأوهم الذي يقولون طبعاً يمكن أنني أخذ حتى الجزء الخاص بالسندوق مرت مصر بفترة تغيير جازري فقد بشرت الأحداث الجسيمة التي وقعت في يناير 2011 بفترة من الآمال العظيمة ولكن أيضاً بالتحديات الكبيرة ومنذ عام 2015 عانت مصر لعدد من السنوات من النمو المنخفض وارتفاع معدلات البطالة وتفقمت هذه المشكلات بسبب العجز المالي الكبير والدين العام المتزايد والهشاشة الخارجية التي اتضحت بفقدان الاحتياط النقدي الأجنبي أنا حايف بحط هذه الأرقام كحقائق ودي حطها كل الاقتصاديين الخسائر المصرية أو خسائر التي تكبدها الاقتصاد المصري نتيجة للظروف عدم الاستقرار السياسي وما صحبه من أعمال إرهابية شهادتها مصر على مدار السنين الماضية الخسائر قدرت بربعمية سبعة وسبعين مليار دولار خسائر متركمة الاحتياط خسر عشرين وتلاتة من عشرة في الفترة ما بينها 2011 و2013 خسائر قطاع السياحة 32 في المية متوسط معدل البطالة وصل إلى 13 في المية ودي بعض الأرقام اللي بتوري إزاي إن فعلا انخفضت أرقامنا ومؤشراتنا بصورة كبيرة جدا بسبب هذه الظروف الشديدة الاستثنائية اللي مرت بها مصر سواء ارتفاع عجز الموازنة معدل البطالة لتجاوز 13 في المية النمو الناتج اللي نزل لغاية 2.2 من عشرة متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي كل هذه الموضوع الاحتياطيات كل هذه المشاكل التي عصرها الاقتصاد المصري وأعتقد أن هذه كانت فترة قريبة وكلنا كنا نحسين بها على مدار الفترة السابقة لكن الأهم أن مصر في الفترة ما بين فبراير 2011 لمايو 2013 انخفض تصنيفنا لإتماني ست مرات في 28 شهر ست مرات في المجمل الدولة المصرية وجهت وضع اقتصادي كارثي نتج عنه أن كان فيه تراجع 3% من الإجمال الناتج 13% ده أعلى معدل عجز موازنة وصدناله كان 516 مليار جنيه أكبر زيادة في المديونية وأكبر انكماش لمعدلات الإنفاق الاستثماري كانت فقط 7% من إجمال الإنفاق العين استمرار تلك الأوضاع كان سيؤدي حتما إلى أخطار شديدة ينعكف أثارها على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ومن هنا كانت استجابة الدولة لهذه التحديات في 2015 والحياة الدولة المصرية كان عندها في 2015 خيارية إنها تمشي بسياسة الحلول الوسطية والمسكنات وده كان حيبقى مبرر جداً في ظروف البلد كانت بتموك بالترابات شديدة وإننا نحن نتكلم على إصلاح اقتصادي وعادة هيكل الدعم والدخول بقوة في مشاكل مستفحلة بقالها 40 و50 سنة وما يستدبعه من تكلفة سياسية واقتصادية واجتماعية كان ممكن أي حد يقول أن الأسهل لنا أن نأخذ بهذا الحل على الأقل ولو بفترة مؤقتة لغاية لما تعدي الظروف ولكن كان لدينا الخيار الآخر وهو الأصعب قال عليه المفكر جمال حندان أن نقتحم وندخل ونضح الرول راديكالية وجزرية لمشاكل بقالها فوق 40 و50 سنة في مصر ليها كلفة سياسية؟ آه ليها كلفة اقتصادية؟ أيها ولكن الهدف أين نريد أن تكون مصر عليه في المستقبل من هنا كان مؤتمر 2015 والمؤتمر ده كان بعنوان مصر المستقبل وتعمل فيه اتحط ثلاث محاور استعادة استقرار الاقتصاد الكل ومشروعات قومية لكي تبني البلد تحسين بيئة للسسمار واتسمحوا لي أن أستعرض محرككم بصورة موجزة للثلاث محاور